مشاهدينا مجز دعم الأخبار مع شازلي شكراً لنا بسانت التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وعدد من المسؤولين جاء الاجتماع للاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها وكذا سبو لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهايدروجين الأخضر وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محلياً أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وأشار الرئيس السيسي في كلماته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أشار إلى مخاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على تساع رقعة الصراع كما حذر رئيس السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض مضيفاً أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كماً كبيراً من الشائعات تبدلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف وأعلنت فصائل فلسطينية استشهاد ثلاثة من قادتها في غارة إسرائيلية على منطقة الكولة بالعاصمة بيروت من جانبه قال جيش الاحتلال أنه هاجم 120 هدفاً في معاقل حزب الله شاملت مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية ومستودعات أسلحة في المقابل استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية عدة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بحسب بيان لحزب الله أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 209 أشخاص وإصابة 364 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد وأضحت الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرملت شرقية البلاد أسفرت عن 33 شهيداً و97 مصابة كما استشهد 16 شخصاً وأصيب 115 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة سور ومنطقتها جنوبية لبنان قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة غرب اليمن يأتي ذلك غداة إعلان قوات الحوثي استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي وبحسب مصادر تابعة للحوثيين فإن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين بدأت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وقال مسؤول إنقاذ إن ما لا يقل عن تسعين شخصا لقوا حتفهم جراء الإعصار وسط توقعات بالعثور على جثث أخرى وتشير التقديرات إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين تبلغ أكثر من 15 مليار دولار نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل